نراجحها ثاني نقولها ثاني الكلام دا اكتبأنا رفهم حضرة عبل كده بس مش مشكلة نقولها ثاني عشان الناس تفهم أكتر دلوقت إحنا لما بنصيح نعمل الحماء شايف هنا الحماء بتاعك الأبعاد الأساسية بتاع الحمام بتاعك أهو اللي هو ده اللي المفروض انت لو خدت نفس الأبعاد دي شايف الخط المساعد ده أهو الخط ده هو الخط ده اللي هو ده ده خط كده عشان أفهمك إن ده بتع ده وده بتع ده طيب احنا دلوقت لما بنجي ننفذ بننفذ نغارة الاول صح يا مش موانس وبعد كده بننفذ فوقيها او بنصب فوقيها القرصانة لما بننفذ نغارة الاول المفروض لوح النغارة اهو ده لوح النغارة اللي هو بالاخدر ده عشان في الاخر يديك الشكل اللي قدامك ده لان المسافة ده برضو المفروض تيديك 30 صند المفروض المسافة دي كده ما تقلش عن 30 صند فانا اروح اخد الخط بتاعي ده منين من جانب من وش الحمام على مسافة 30 صند او على مسافة بتساوي السيكمس بتاع السقف من داير الحمام بتاعي فاروح اواخد القفسي ده بالشكل اللي قدام حضرتك ده وعشان كده بتلاقي شغل المكتب الفني لو انت شغال مكتب فني وبالذات في الحتة دي بتاع نشوف لوحة كده انا كنت اعمل لها شوب درونج مبارا ادي اللوحة اهي ادي البلطة دي البلطة دي متهبطة البلطة دي اهيه باش مهندسين متهبطة اللي هي البلطة دي اهيه اللي هي باللون البن دي اشتركوا في القناة من الاخر اللي انا معلم عليه بالبن ده. طب اروح انفز الكلام ده لأ انت تروح تعمل افست بمقدار سمك السقف عشان النقدار ينفز الشغل عليها. ادي افست بتاعه من هنا كده الحد هنا كده كده 30 سنط. وتروح تاخد داير حوالي السقف اهو يا بش مهاندسين. دي مش دي مش الشب درونج اللي انا قصد عليها. دي كنت عاملها عشان احصر منها السقف. اه تمام كده. دي كنت عاملها عشان احصر منها الخلاصانات بتاعت السقف. فاتروح اه انت بقى اه تدي للنقدار انهلوه تلغله بقى الاشاеняت ده كلها دي. فانت المفروض لمقرار سيشتغل علي الخطوط اللي باللون المسيان دي. دي لان المسافة بها الحمامه التاني 2.6 واضعية دي. دي هيشتغل علي المسافات دي. مش هيشتغل علي ايه بش مهاندسين مش هيشتغل علي الخط البني. لا هيشتغل علي الخط السيان. الخط السيان ليه لان ده خط النجارة شغل النجارة بتاعه. تمام وهكذا تمام اهو نفس الكلام هنا اهو المفروض ده الحمام اللي هو باللون البني اهو فتروح تعمل ايه هو يانا سمك السقف كله تلاتي وجايب لك هنا برضه من سمك السقف منذكر لك يبقى تلاتين برضه يبقى في الحالة دي احنا هنعمل ايه مش هنقل من سمك السقف لأ احنا هنهبط السقف برمته هنهبط السقف برمته في الحتة المتهشرة دي فنروح بقى في الحالة دي خلاصة انا فهمت الكلام ده لو ما قلناش هنهبط وكان هو عامل لك هنا كده مثلا انه سمك السقف 24 سنتي بدل 30 يبقى في الحالة دي احنا هنقلل من سمك السقف يبقى في الحالة دي هنشتغل الشغل بالشكل ده هنشتغل الشغل بالشكل ده يبقى مش مستاهل بقى ان انا يبقى يبقى حدود النغارة بتاعتي ان القرمش هيجي يسأنفها اصلا يبقى النغارة بتاعتي شكلها كده وانا اخطه الوحمرية هنا بس كده عشان يزبط لي الحمام بتاعي لكن هو هنا بيقول لي لا ده هم كلهم زي السقف كله سمكه واحد 30 سنتي وفي نفس الوقت انا عايز هبط يبقى في الحالة ده هورا عنده كل حمام اخد منه افسد بسمك السقف حواليه اهو يا بش مؤنسي خدت سمك السقف تعال بقى فيه غلطة هنا كده اهاي ادي الحمام بتاعي اهو الحمام بتاعي ده المفروض ان هو سمكه سمك السقف فيه زي وزي ايه زي وزي بقى السقف لا غلط هو هنا سمك الحمام اه سمك السقف كله 30 بس جاي في الحتة دي المربعة اللي حوالينا العمدان دي دي اسمها دروب بانال دروب بانال دي يعني ايه هشرح لك فيما بعد ده الدروب بانال ده اهو حواليهم كل عمود تلاقي مربح كده او اللي هي دي اسمها ده الدروب بانال ده اهو اهو تلاقي المربع ده ده عشان مقاومة البانش تلاقي سمك السقف هنا 30 وتلاقي عنده الدروب بانال دي هنا سمك السقف اكبر اكبر بمقدار سمك الدروب بانال ده ايه بش مهندسين الدروب بانال ده سمكه كام؟ سمكه 42 تعال انتوا نقش في اللوحة التانية كده اه دي سمك السقف في الدروب بانال ده كان 42 فتلاقي الحمام هنا عمل المعماري عمل فيه مشكلة انه هو وقع الحمام جزء منه سمكه 30 سنتي يعني الحمام اللي متهشر فيه حتة منه 30 سنتي والحتة التانية 42 سنتي فانا لما اجا اعمل القفسي بتاعي تعالى نمشح نمسح الضيمين شان دي كده عشان مدايقاني فانا المفروض بعمل باخد من ده كده اوفست واروح اعمله اعمله كاملة مش مهندسين او انتر اوفست اللي هو 30 سنتي بتاع اهي يديني القفسي بتاعي اللي هو الخط ده اهو اللي هو الخط ده اهو اللي هو الخط ده اهو اللي لسه عامله ده تعالى كده نمسحه تاني تعالى نعمل من الاول ادو قفسي تلاتين سنتي ونعمل قفسي للخط ده تلاتين سنتي تمام ليه بقى لاني سمك البلاطة في الحمام تلاتين سنتي فانا هعمل اوفست تلاتين سنتي عشان اصبت ايه اصبت المغرب تاعت الحمام بتاعي الكلام ده صح لو ان سمك الحمام كله تلاتين سنتي بس انت عندك فيه جزء من الحمام سمكه مش تلاتين سنتي اللي هو بجزء ده اهو اللي هو كاتب عليها اتنين واربعين ده فانا اروح اعمل ايه الحتة دي ما اخد لها اوفست تلاتين سنتي اخد لها اوفست كاملة مش مهندسين اخد لها اوفست اتنين واربعين سنتي اتنين واربعين سنتي يبقى الحتة دي كده المفروض اروح انا ارسم بولي لاين كده البولي لاين اهو في الحتة دي كده اهو عادي الحمام اللي باللاحمر ده الحتة دي المفروض اعمل لها افست اتنين واربعين سنتي زي سمكة الحمام زي سمك الحمام في الحتة دي اهو يبقى انت عندك دلوقت الحتة دي كده الحتة دي كده ما بقتش موجود اهي نمسح الحتة دي كده اسف اهي نمسح كل ده كده اهو حتة دي كده مش موجودة اهي وبقى ده الاتنين واربعين سنتي بتاع وادي الداير بتاع وبقى شكل النغارة عندي ازاي باش مهندسين اهو بالشكل ده بقى ده شكل النغارة اهو اللي متعلم ده هو ده شكل النغار ما عرفش الناس يعني مركزة معايا وفهمة الموضوع زي ما انا عايز اشرحه ولا لا يعني اربو ان اهو لو خدناها في كده برا ده شكل النغارة هيبقى شكل النغارة بتاعي اهو بحيز في الاخر لما انت تيجي تاخد اه 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 افست لجوه عشان تحقق الابعاد الحمام زي ما عملنا هنا مش احنا هنا كده مش مهمسين او اه 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 باح احنا هنا كده لما احنا خدنا الحكدة زيادة ضي بار المسافة من اول هنا كده لحدي هنا كده لحد هنا كده لمسافة التي هي القرسة created التي اخدناها برة بتحشن كالحماء لما خدناها هنا كده وبعد كده ثم نعمل ردود ثاني لدى الحديد عمل للردود لجوه فعطاني المسافة بتاع الحمام الصافية اللي هي المسافة من الخط ده للخط ده فانا في الحالة دي بقى لما اجي اعمل الردود بتاعتي الردود بتاعت السقف هنا كما باش مهندسين الردود بتاعت السقف هنا او الردود بتاعت الحدادة ااسف هنا 42 فنقول له افسد كده اثنين واربعين سنطي ااسف افسد اثنين واربعين سنطي اها تمام كده وبالنسبة للحتة التانية دي افسد بس تلاتين سنطي افسد تلاتين سنطي اها اها الحتة دي افسد تلاتين سنطي فعطتني في الاخر فعطتني في الاخر الحمام بتاعي اللي هو متهشر اللي هو بالشكل ده ارجو الناس تكون فهمة الجزئية دي ما تكونش تلاتبطت معي ده كانت بالنسبة كل حاجة عن الحمامات وتفصيلة تهبطة الحمامات تابعوني شكرا والسلام عليكم وعرحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة